في تصعيد خطير للأزمة العربية القطرية قام النظام القطري بتسييس موسم الحج وهو ما اعتبره وزير الخارجية السعودي عادل جبير عدواناً وإعلان حرب على السعودية ومنذ بداية الأزمة العربية القطرية والنظام القطري يحاول بشتى الوسائل استخدام مختلف القضايا لتحقيق مكاسب سياسية واهية لا عجب ولا استغراب ممن يعيث في الأرض فساداً أن يمنع شعبه من أداء مناسك الحج ولكن بإسلوب جديد ويبدو أنه اقتراح من أصحاب الذمم الرخيصة في الدوحة أن تقوم أياد النظام في قطر بإجبار القائمين على الحملات بوقف تسييرها هذا العام ومن ثم تنشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بياناً تؤيد فيه موقف أصحاب الحملات لم يكن هذا الموقف يتعلق فقط بإيقاف الحملات وتسيير الحج بل كان تمهيداً لإجراء غير مسبوق في المنطقة تدوير الحج أنه تطاول على الشعائر الدينية وسيادة المملكة العربية السعودية وهو ما اعتبره الجبير إعلان حرب على المملكة المملكة العربية السعودية تعتبر أن أي طلب لتدويل الأماكن مقدس نعتبره هذا بمثابة عمل عدواني ونعتبره بمثابة إعلان حرب على المملكة والمملكة تحتفظ بحقها في الرد على أي طرف يعمل في هذا المجال هذا الكلام عادة لا يصل إلا من الأعداء من الإيرانيين فإذا بيقول كلام مثل هذا فهو يضع بلاده في هذه الخانة ويجب أن يحذروا من هذا الكلام الغير مسؤول تدعي الدوحة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عندها لجنة مستقلة قدمت طلباً لتدويل الحج وإنشاء لجنة دولية إسلامية تكون مسؤولة عن إدارة مناسك الحج ثم يخرج وزير خارجية قطر ويقول أنه لم يطالب أي مسؤول في قطر بتدويل الحج في محاولة لتضليل الرأي العام وإهامه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تملك صلاحية بإصدار بيانات دون موافقة النظام في قطر عندما تذهب مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتدعي بهتاناً وزوراً هذه أهم شيء أن تكون المؤسسة دائماً مؤسسة مستقلة لا تتبع سياسات حكومتها وإحنا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة البحرين لا نتبع سياسات الحكومة ولكن في نفس الوقت ندافع عن وطننا عن بلدنا والأشياء التي نراها خطأ نصححها تصرفات غير مسؤولة تضع قطر في زاوية حرجة أمام الرأي العام العربي والدولي فهي علاوة على ازدواجية خطابها إلا أنها تجرأت على الشعائر الدينية كما لم تجرؤ عليها إيران رغم كل ما تبديه من عداء للخليجي وللمنطقة ترجمة نانسي قنقر